نسبة النجاح جوزت 90% في مختلف المحافظات التونسية بحسب أرقام الاتحاد العام التونسي للشهر ويوم الخميس مر من دون مشحنات وتوترات أمنيا أبرز عنوين يوم الإضراب العام في الوظيفة العمومية إلا أن مواقف أفريقاء السياسة تباينت وتناقضت بخصوص جد والإضراب ومراميه إضراب هذا فعلا هو إضراب من أجل مطالب نقبية ولا هو إضراب معناه لخدمة أجندة سياسية معينة هذا اللبس اللي حاصل هذا الإضراب يمر بشكل جماهيري وسلمي وأن شعب تونس بدأ يعرف طريقه وطريق نضاله ضد هذه الخيارات بالنضال السلمي والجماهيري الواسع فضلا عن الزيادة في الأجور يطالب الاتحاد العام الدوليسي للشغل الحكومة بمراجعة سياساتها هي لإصلاح السناديق الاجتماعية لأن تلك الخطوة في رأيه تمثل ارتهانا للسناديق المانحة مطلب لا قصدا إيجابيا لدى الرأي العام مواطنيا فإنه أغلب المواطنين يساندون هذا الإضراب لأن هذا الإضراب لم يأتي لمطالب شخصية أو قطاعية في الاتحاد العام التونسي للشغل لكن هذه المطالب أخذت منحا اجتماعيا بالتصعيد يهدد الاتحاد واجتماع مرتقب لهيئته الإدارية قد يختتم بقرارات مصيرية لجهة فلسفة التفاوض مع الحكومة شتاء ساخن هذا ما تمر به مؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الراهن لتبقى الأمال معلقة على حوار شامل بين اتحاد الشغل والحكومة لإبعاد شبح آزمة مطلبية وشيكة بلا المبروك تونس المياد